طيب السؤال اللي بيتسهل دلوقتي كل الناس بتسألوا ماذا عن إصابة محمد صلاح الدكتور محمد أبو العلاة طبيب منتخب مصر قال إن إصابة صلاح التشخيص المبدأة ليها هي ألام في العضلة الخلفية وهيتم إجراء بعض الفحوصات ليه فحوصات التباية خلال الساعات القليلة القادمة للوقوف على حجم الإصابة إن شاء الله بإذن الله يا رب يا رب إحنا ما عندناش مية صلاح يا رب بإذن الله تبقى الإصابة خفيفة ويبقى شد خفيف في العضلة الخلفية بتبقاش إصابة كبيرة صلاح مهم يا جماعة والله مهم أنا مش عارف أنا بعرف مين والله ومش عارف أنا بسند مين وبدعم مين حتى مكسوف أنا بقولك كلمتين دول يعني محمد صلاح